بدأت بريطانيا الاحتفالات بليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على عرش البلاد قبل نحو سبعين سنة هتستمر الاحتفالات دي لمدة أربع أيام الجماهيري البريطانية بطبيعة الحال احتشدت خارق قصر بيكنجهام مع بدء هذه الاحتفالات لمتابعة كل العروض خلينا نشوف بابتسامة وتألق لوحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للجماهير التي احتشدت خارج قصر باكنجهام مع بدء بريطانيا لاحتفالات وعروض تستمر أربعة أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش قبل سبعين عاما واصطف عشرات الآلاف من محب الأسرة الملكية وهم يلوحون بالأعلام على جانبي شوارع لندن التي شهدت عرضاً عسكرياً استهل فعاليات اليوبيل البلاتيني وتقدمت الملكة في بيان في مستهل الاحتفالات بالشكر لكل من شارك في الاحتفال بيوبيلها البلاتيني وقالت إن النوايا الطيبة التي تلمسها تمثل حافزاً لها متمنية أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية وتعتلي الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها وهي ثالث أطول مدة جلوس على عرش دولة ذات سيادة في العالم وأصبحت إليزابيث ملكة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير شباط من عام 1952 ومشاركة الملكة نفسها في الفعاليات قد تكون محدودة نوعاً ما مع تزايد علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة مؤخراً مما تسبب في إلغاء بعض ارتبطاتها وسيقوم أعضاء مبارزون في العائلة الملكية على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً ونجله الأكبر الأمير ويليام البالغ من العمر 39 عاماً بمهام شرفية نيابة عن الملكة وبدأت الاحتفالات بعرض عسكري في وسط لندن يقام سنوياً احتفالاً بعيد ميلاد الملكة الرسمي وشارك فيه 1500 جندي وضابط على أنغام الموسيقى العسكرية في زيهم الرسمي التقليدي ترجمة نانسي قنقر